تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى اليوم خلونا نتوقف مع خبر لفت انتباهي اتكرر شيئا فشيئا آخر أسبوعين منتكلم عن فارلاند مندي الظهير الأيسر اللي استطاعي فوز بالمركز الأساسي في ريال مدريد منذ وصوله عام 2019 مقابل 50 مليون يورو وأصبح بالنسبة للمدريديين هو لاعب المباريات المهمة متفوقا على أسطورة النادي بارسلو لكن واضح أنه في شيء في الإعلام عم بيصير وهذا الشيء عم بيبشر بعدم استقرار بخصوص اللاعب الفرنسي وحتى اللحظة الأمور مش كتير واضحة بشكل كامل مندي اللي أعلن عن غيابه لنهاية الموسم الماضي في تاريخ 11 مايو وهذا الشيء تسبب بغيابه عن اليورو اختفت أخباره لفترة لكنها مؤخرا عادت لتصعد بقوة ومن جديد بدأت الأخبار بشأن طلبه رفع راتبه مع ريال مدريد أو أنه بده يرحل وهون كان فيه جواب من إدارة ريال مدريد لو أسرت على هذا الطلب حيتم بيعك لو وصل عرض مقابل 50 مليون يورو هذا الخبر أكدته مصادر ونفته مصادر أخرى لكن هناك عوامل أخرى عم بتساهم في قضية مندي وقد تلعب دور برحيل مفاجئ لم يكن متوقع في نهاية الموسم الماضي مثلا كان فيه كلام أنه فرورنتينو باريز غير مقتنع بمردود مندي الهجومي كما أنه صعود نجم اللاعب الشاب منخفض الراتب ميجيل جوتيريز في المباريات اللي خاضها الموسم الماضي دفع إدارة ريال مدريد للتفكير بطريقة تسمح له يلعب دقائق أكثر وهذا الأمر صعب كثير في ظل وجود لاعب مثل مندي ولازم دائما ما ننسى حلم فرورنتينو باريز المتعلق بالتعاقد مع إمبابي مهما كل في الثمن وهنا قد يفكر بالاستفادة من قيمة مندي في سوق الانتقالات لتعزيز سجلاته المالية وفي ساب إضافي بيدعم نظرية عدم ممانعة ريال مدريد رحيل مندي وهو ما يتعلق بحالة اللاعب البدنية فاللاعب من شهر مارس 2021 اتكررت إصاباته وغاب عن جزء كبير من مباريات الثلث الأخير من الموسم وآخر الساعات كان فيه تقارير بتحكي إنه اللاعب على الأغلب ما حيكون جاهز لبداية الموسم الجديد وحيغيب عن مباراة ألافس في افتتاح الدور الإسباني يعني إحنا بنحكي عن حاله قد تقلق ريال مدريد من أن يصبح مندي زائر دائم للعيادة وهذه تكلفة ما بدوا إياها النادي الملكي لأنه كثير عنده زوار لهذه العيادة باختصار إلا عناصر الفدعم رحيل مندي موجودة لكن المنطق بيقول اللاعب قدم كثير من الدقائق المميزة ولازم ما يكون التفريط فيه سهل أبدا بالنسبة لكم شو رأيكم بقضية مندي؟ هل فعلا لو طلب راتب إضافي لازم يرحل؟ وهل فعلا اللاعب أقل مما يحتاج ريال مدريد من النواحي الهجومية؟ سمعوني إجاباتكم في التعليقات وتركوا لايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله